لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هناك من يرى انها تغييرات طبيعية تغييرات طبيعية جدا من الطبيعي أن تحدث ولكن المثير الانتباه أن بعض القادة كانوا مرشحين إلى تولي مسؤوليات أعلى ما هو السبب الذين تم جعل إنهاء مهامهم وربما بينهم من سيذهب إلى هذا التقاعد وربما سيتولى مهام أخرى هذا الأمر يبقى يثير التساؤلات وهذا لا يأتي بمنطق التحليل بل بمنطق المعلومة المعلومة هي في جعبة رئيس الجمهورية وفي جعبة قيادة الأركان الأشياء التي ستحدث مستقبلا حسب معلوماتي أنه سيجري تغييرات حتى في الإدارة في الهيكل الإدارية في داخل المؤسسة العسكرية ستتم شطب إدارات وتغيير أسماء إدارات أخرى استحداث إدارات جديدة هذه كلها ستحدث في المرحلة القادمة لأن المرحلة القادمة ليست مثل المرحلة السابقة أبداً كنا في مرحلة العصابة بعد ذلك جينا في مرحلة الحراك الشعبي الآن في مرحلة الجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية وهذه المرحلة تقتضي الكثير من التغييرات في ظل الوضع الداخلي في ظل الوضع الإقليمي في ظل الملف الديبي تحتاج إلى مثل هذه التغييرات القادمة أيضاً في ظل جائحة كورونا وما خلفته من تأثيرات على المستوى الاقتصادي ومستوى الاجتماعي والمستويات الأمنياتي أيضاً أيضاً إخواني الكرام ما يشاع من أنها صراعات أجنحة كلام فارغ هذه التغييرات طبيعية تحدث هناك بعض الأسماء التي حدثت في إدارتها أو توجد أو تم كشف ملفات في إدارتها تحتاج إلى تغيير المسؤولين وتغيير المسؤولين حتى من أجل هذه التطهير لأن المؤسسة العسكرية في رحلة تطهير داخلي وهذا الذي قلناه وهذا التطهير لم ينتهي بعد لم ينتهي بعد أيضاً الرئاسة في رحلة تطهير للرئاسة والحكومة أيضاً في رحلة تطهير للحكومة والوزارات أيضاً في رحلة تطهير الجزائر الآن راهي في مرحلة التطهير داخلي أما قضية أن الرئيس يأتي بمسؤولين يثق فيهم أو أن رئيس الحكومة يأتي كذلك الوزير الأول يأتي بمسؤولين يثق فيهم فهذا طبيعي جداً ما يجب أن يفسر على أنه صراع أجنحة أو ضرب تحت الحزام إذن هناك كما قلنا هناك عمل جبار تقوم به المؤسسة العسكرية من أجل أن تنظف نفسها بنفسها حقيقة هذا أمر مسلم به ولكن في المقابل أن العصابة وجذورها ما زالت تعمل على مستويات كثيرة على مستوى الحراك الشعبي الحراك الشعبي تم اختراقه من بقايا العصابة على مستوى الدولي هناك عمل من طرف جذور العصابة من أجل الضغط على الدولة الجزائرية على مستوى عيات كلها على مستوى الإدارات ما زالت هناك هناك عمل ومخططات قدرة الهدف منها إسقاط هذه المرحلة لذلك نرى حرائق الغابات في تركيزها في منطقة القبائل ما طال المستشفيات قضايا الفساد قضايا الإدارات حتى هناك أوامر يصدرها الرئيس لا يتم تطبيقها كما يجب أن يكون لم يتم تطبيقها أصلا وكل ذلك من أجل تأليب الرأي العام وتأليب المجتمع الجزائرية لذلك أن هذه الخطابات التي تريد أن تقول لك أنا بالأمس تحدثت أن هؤلاء أهم سجنوهم وكذبت المؤسسة العسكرية الآن تمت إنهاء مهامهم معناها أنه ما الذي يثبت بأنه إنهاء مهامهم اليوم معناها كانوا بالأمس أو صدقت أنت بالأمس عندما قلت أنت كنت تطلق في أسماء وتختار بعض الأسماء البارزة لو لم يتم إنهاء مهامهم ربما قلت أن هذا الجناح متمكن أن هذا الجناح التوفيقي متمكن وما إلى ذلك من الإشعاد الآن حرب دعائية كبيرة يراد منها يوم نسمع عودة توفيق يوم نسمع ذهب فلان توفيق موجود في الشريعة وجنيرالات يعطى عرضون للتعذيب وهذه المسخرة هذه المسخرة شوفوا يا ناس من يكذب عليك مرة فهو كذاب حتى لو صدق العمر كله يكذب مرة فقط إذا لم يقل أنني كذب ويعترف بكذبه ويعلن توبة عليك لأن القضية تتعلق بمعلومة مظلية أما من يكذب عليك ويواصل الكذب يعني أكبر دليل على أنه هذه الأخبار فيها الكذب أنه الذين يصدرون يقول لك الجنيرال لشخم يتعرض للتعذيب وسيني بوعز يتعرض للتعذيب الجنيرال توفيق تعرض للتعذيب الجنيرال ترطاك تعرض للتعذيب ويحيى يتعرض للتعذيب وما ألا ذلك من هذه الأخبار التي هدفها الأساسي فقط أولا جعل المواطن لا يثق في هذه المرحلة للمواطن الجزائري كما تعلمون أن المؤسسة العسكرية لديها قدرها ولديها قيمتها لذلك يجري العمل الممنهج من أجل جعل المؤسسة العسكرية لا قيمة لها لدى الجزائريين وهذا ما لاحظناه في فطرة الحركة الشعبي حيث اندست بعض الأطراف المناهضة للمؤسسة العسكرية ورفعت شعارات فيها سبل المؤسسة العسكرية وقادتها وهذه سابقة لم تحدث من قبل حيث أن يصل الحال بالجزائريين أن يسيروا في الشوارع ويشتمون قادة المؤسسة العسكرية وقياداتها ويشتمون حتى المؤسسة العسكرية ويتطاولون عليها تحت مسميات مختلفة أعتقد بأن الهدف الآن هو إسقاط المؤسسة العسكرية في عيون الجزائريين ثم جعل الرئاسة لا قيمة لها ثم المرحلة راه تنم على الفساد لأنه عندما يصور لك القيد صالح خاص الذين كانوا محيطين إنه أنهم فاسدين والدليل أنه يتم تتم إقالتهم وتتم محاسبتهم والزج بهم في السجون أون هذا أكبر دليل على أن كل تلك المرحلة فاسدة إذن إذا كانت تلك المرحلة الفاسدة معناها هذه المرحلة الآن هي الأفسد ومعناها أنه لم يحدث أي تغيير ولذلك يجب تأليب من أجل دفع الشارع للعودة مجددا وهذه المرة ليس من أجل المطالبة بمطالب سياسية بل من أجل المواجهة ومن أجل التعفين لأن هناك مخطط تقوم به أو يقوم به حلف ما يسمى الربيع العربي من أجل تعفين الأوضاع في الجزائر فالجزائر دولة محورية ودولة رئيسية يجب أن يكون مصيرها مثل سوريا وما إلى ذلك من الدول التي ابتلاها الله بمؤسسات العسكرية فاسدة غرقت حتى في دماء شعوبهم ولكن نحن الحمد لله المرحلة التي عشناها في التسعينات بسبب ضباط فرنسا لم نعشها في هذه المرحلة فالجيش حافظ على دماء الجزائريين ولذلك جريمة الجيش أنه حافظ على دماء الجزائريين فحذاري أيها الجزائريون أن تنصاعوا وراء هذه المخططات المؤسسة العسكرية فيها نقائسها فيها عيوبها مثل المؤسسات الأخرى ولكن تبقى دائما هي الركيزة الأساسية التي تحمي البلاد وتصول كرامة العباد وتحافظ على الديمغرافيا من التفكك والجغرافيا من أي مساس قد يطالها من متربسين همهم إخراق الألطان في حروب أهلية وتفكيكها وتشجيتها وتمزيقها إلى كنتنات لا تنشد بابا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله